هذا كارل بينز المهندس الميكانيكي الألماني وهذه سيارته كانت في أواخر القرن التاسع عشر شيئا بسيطا ودخل قطلب دايملر على الخط وطور السيارة نحن نقرأ على ما ينشرونه من دعايات كلمة دايملر بينز ولكن الكلمة الأشهر ليست هذه ولا تلك بل هي مرسيدس ومعناها باللاتين يا الرحمات وها هي الآنسة مرسيدس إنها ابنة أحد الذين طوروا السيارة المشهورة التي تصنع في شتودغارد بألمانيا على اسم ابنته سمى نموذجه وكان الناس أحبوا كلمة مرسيدس أكثر من دايملر وأكثر من بينز وهذا شعار السيارة النجوم التي نعرفها خماسية سداسية سباعية فما فوق فأما عائلة دايملر فكان شعارها نجما ذهبيا تحول في السيارة إلى نجم في الضي وثلاثي إذن فشعار مرسيدس ليس مثلثا انقلبت أحواله وفقد مساحته فصار سهاما بل هو نجم وأغلى من هذه السيارة سيارة الرولس رويس البريطانية ها هو تشارلز رولس وها هو زميله هنري الرويس وشعار السيارة التي صنعها يحمل الحرف الأول من اسميهما حرف R لرولس وحرف R آخر لرويس اسم غريب ومات الرولس فاسود حرف من الحرفين وبقي الآخر أحمر وبعده بثلاث وعشرين سنة مات رويس فاسود الحرفان ومثل المرسيدس فإن الرولس رويس تغيرت كثيرا ولكنها مثل المرسيدس أيضا حافظت على مقدمتها الخنزيرية وإلى سيارة إيطالية مقدمتها مدببة الفراري وهذا هو إنزو فراري لم يكن مهندسا بل كان سائقا ومسابقا فاز بسباقات سيارات عديدة وعقد صفقة مع شركة وأنتج سيارة فراري السريعة مات فراري عن تسعين سنة في عام ثمانية وثمانين ولم يعلن عن وفاته إلا بعد انقضاء يومين وذلك عملا بوصيته فقد كان قال إنه عندما ولد تأخر الأهل يومين في إبلاغ الجيران بولادته فلابد من تعويض اليومين عند الوفاة الفنون جنون وأخيرا نعود من حيث بدأنا نعود إلى ألمانيا فهذا هو فردناند بورشي هذه السيارة التي صممها نشاهد منها نسخة جديدة آية الحمراء المقدمة مدببة أيضا هي سيارة سباق ولكن لماذا نرى في الصورة المقبلة بورشي واقفا بجانب سيارة الفولكسفاغن لأنه هو من صممها أيضا كان ذلك في الزمن النازي فقد طلب هتلر تصميما بسيطا لسيارة يتم تبريدها بالهواء وتكون اقتصادية فصمم بورشي الفولكسفاغن ومعنى الاسم سيارة الشعب نسميها الألمان اليوم الصرصورة ونسميها نحن القرقعة أي السلحفة اشتركوا في القناة